هنروح لكرة الياد بسيدات مدير الفني كابتن محمد عادل زولة بيعاني أكيد من زمان من عدم التجانس بين اللعبات والجهاز الفني لأن الحقيقة ملحقش يمرن الفرقة حاك لابتدى الموسم بضم لعيبة جداد بتصعيد لعبات جداد محترفة تونسية جديدة ولكن ملعبش مباريات كتير ولا حتى اتمرن كتير المنتخب كان بيتمرن عشان كان بيشارك في بطولة السنغال بطولة أفريقيا وكان قابلها بشهرين تلاتة اللاعبات كلهم بيروحوا عشر لعبات من النادي الأهل بيشاركوا في المنتخب لمدة خمس تيام أسبوعيا بيرجعوله أو أربع تيام بيرجعوله تلات تيام يوم ومباريتين الحقيقة ما كانش بيلحق يمرن ولا فيه هارموني للفريق كابت محمد عادل جات له فرصة أنه يشارك في دورة ودية فيه أو الفريق جاله فرصة يشارك في دورة ودية في الكويت وتم العرض الموضوع على النشاط الرياضي وافق وتم العرض على مجلس الإدارة وافق مجلس الإدارة وإن شاء الله فريق كرة اللاعب السيدات هيشارك في دورة الكويت الدولية بإذن الله مين في البطولة دي الفرق؟ الفرق طبعا نادي الأهل المصري وسلوى الرياضي الكويتي ونادي فتاة العيون الكويتي ومنتخب عمان ونادي البحرين البحريني كل دول هيشاركوا فيه طبعا البطولة طب جدوى المطشاطنا إمتى؟ هيكون الأهل ومنتخب عمان يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله ساعة ثلاثة ونص بتقويت مصر وتقاهرة مطش التاني هيكون الأهل ونادي فتاة العيون الكويتي يوم الجمعة الساعة ثلاثة ونص أيضا بتوقيت القاهرة الأهل يوم السبت هيلاعب نادي البحرين البحريني في الساعة ثلاثة ونص برضو وكل مباراة نادي الى ثلاثة ونص هتبقى طبعا خميس جمعة سبت وآخر مباراة هيكون الأهل مع نادي سلوى الرياضي الكويتي يوم الأحد هيكون الساعة ثلاثة ونص إذن البطولة خميس جمعة سبت حد اللي جايين إن شاء الله ونتمنى كل التوفيق وهيرجع بعدها على طول عشان يلعب دور التمانية في كأس مصر ان شاء الله مع مباراة نادي الشمس اللي اخر مباراة لنا معهم اللي اتلعبت في مصر الجديدة في صالة نادي الشمس انتهت بالتعادل 26-26 نتمنى طبعا الفريق يرجع بعد الاربع مباراة في اربعة ايام متتالية يرجع اكيد افضل في الهارموني لا اذا ما حضركم شايفين نادي الاهلي بيحاول يوفر كل شيء للاجهزة الفنية طلب بطولة وجاله دعوة روح ما فيش مشكلة اكيد طبعا كان بالتنصيق مع اتحاد اللعبة انه يسمع النادي الاهلي ان روح يلعب فالنادي الاهلي عارف هو عارف كمان يوقف جنب الفرق وزي كل التوفيق لفريق كرة الياد ان شاء الله في بطولة الكويت الدولية الودية طبعا وان شاء الله في دور التمانية لكأس مصر النادي الشمس بعد عودتهم مباشرة ان شاء الله من دولة الكويت باذن الله